بحثا عن شركاء للمساهمة في عادة بناء قطعات عدة ومنها الطاقة وسعيا لشراكة ستراتيجية طويلة الأمد بين بغدادة وباريس رئيس مجلس الوزراء يزور فرنسا بصحبة وفد رفية تلبية لدعوة من الرئيس الفرنسي زيارة لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وبحث التعاون في الطاقة والأمن فرنسا دولة عظمى وهضوة مجلس الامن الدولي والآن هي تلعب دور بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي هي من تقود أوروبا ولربما ملف الشرق الأوسط أصبح بيد فرنسا وفرنسا مؤسرة ولاعب مهم على المستوى الدولي ولربما حتى الإقليمي وممكن نستثمر فرنسا بالضغط على الدول الكبرى بما يحتاجه العراق من طاقة ومن خدمات ومن إعمار ومن علاقات طيبة أجندة الزيارة ستسعى لتفعيل الاتفاقات المبرمة بين البلدين وخصوصا في قطاعات النقل، الطاقة والاستثمار إلى جانب توقيع مذكرات تفاهم ثنائية في مجالات مكافحة الفساد استرداد الأموال المنهوبة والمطلوبين من أجل شركات تضمن للعراق من منظره تحقيق الإصلاح الاقتصادي والتنمية المستدامة لدينا الكثير من مجالات الاستثمار، وبالتالي الانفتاح على هذه الدول، سواء ألمانيا، فرنسا، غيرها من الدول الأوروبية التي تمتلك هذه القدرات وهذه الإمكانيات، تعطي دفع نحو الاستثمار، نحو تنفيذ المشاريع ومع تفعيل الاتفاقات والتوقيع الاتفاقيات، فالزيارة ستبحث في مجال حماية الآثار ضمن أهداف تسعى الحكومة من خلالها أن تضع خارطة طريق لتوسيع أفق التعاون مع باريس ضمن سياساتها الخارجية المرسومة من العاصمة بغداد، بدر الكامي، التغيير